أهلا بكم إلى ملفات الولايات المتحدة تدرس طلبا تنفيه الحكومة العراقية حيث قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها تدرس طلبا عراقيا لإرسال المزيد من المستشارين الأمريكيين إلى العراق لتدريب قواته بيد أن الحكومة العراقية نفت أنها تقدمت بهذا الطلب لتزداد حالة الإرباك بين الحكومتين العراقية والأمريكية حول ما يجري في العراق إلى ذلك يحاول تنظيم داعش يرسل رسائل مفادها أنه بات قريبا من بغداد حيث استهدف مسلحوه ومن ثلاثة محاور عمرية الفلوجة مستخدمين أكثر من خمسة انتحاريين لتخويف الجيش العراقي الذي أفشل الهجوم وعزز من سيطرته على المنطقة استراتيجية داعش التي تعتمد على الرعب والتخويف باتت هدفا تتحدث عنه وزارة الدفاع العراقية على لسان وزيرها الجديد خالد العبيدي الذي وعد بدراسة أسباب انهيار الجيش ومعالجتها مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير من عدة محاور هاجم تنظيم داعش منطقة عمرية الفلوجة جنوبية محافظة الأنبار في محاولة للسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية مواجهات عنيفة تخوضها القوات العراقية مع مسلحي داعش لمسك الأرض فيما يقول مسؤولون أمريكيون أن القوات العراقية وبإسناد من طيران التحالف الدولي تمكنت من صد هجوم المسلحين الذين يحاولون التقدم نحو العاصمة بغداد أهمية عمرية الفلوجة يكون هذه المدينة تقع في وسط يعني المنطقة الجنوب الغربي من العراق وهي منطقة استراتيجية تؤدي إلى منافذ حيوية مهمة منها يعني ممفذ يؤدي إلى حدود مدينة كربلاء المقدسة بعض المنافذ تؤدي إلى حدود بغداد الغربية قريبا من مطار بغداد الدولي وأيضا من عقدة مواصلات هامة جدا تربط بغداد بالفرات الأوسط لم تقتصر المواجهات العسكرية في محافظة الأنبار على عمرية الفلوجة فقضاء هيد غربي المحافظة تعرض لهجوم من قبل مسلحي داعش تمكنت القوات العراقية بمساندة من أبناء العشائر من صده أما في محافظة صلاح الدين فما زالت عمليات الكر والفر مستمرة بين الجيش ومسلحي داعش لا سيما في منطقة عزيز بلد جنوبية كريت ضمن عملية أمنية تشنها القوات العراقية منذ أيام في إطار جهد عسكري يقول وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أنه سيستمر لحين استعادة السيطرة على جميع مناطق العراق عقدنا الهمة على أصلاح ومعالجة مكامل الخلل والفساد في وزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية بشكل كامل وشعارنا من الآن أن نحارب الفساد والإرهاب في وقت واحد لأنهما وجهان لعملة واحدة وفي أحدث تصريح لمسؤول في الأمم المتحدة حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش من تعرض الأيزيديين إلى ما وصفها إبادة جماعية على يد مسلحي داعش الذين يحاصرون المئات من العوائل في جبل سنجار حديث لإدارة الأمريكية عن طلب عراقي بإرسال المزيد من الخبراء لإسناد القوات العراقية تم نفيه من قبل الحكومة مؤكدة أن قواتها قادرة على أداء مهامها وإن مثل هذا الطلب يمكن دراسته في المستقبل أحمد فاضل الغدو العربي بغداد نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من بغداد سيد أمير السعدي الخبير الأمني والمحلل العسكري وكذلك في الاستوديو معي الدكتور عبد الرحمن جميل المحلل السياسي إذا ما نظرنا إلى سياق الأحداث والتصريحات المتبادلة بين الحكومتين الأمريكية والعراقية حالة من الضبابية لماذا لا تعترف الحكومة العراقية وتقولها بصراحة وهي في حالة حرب أنها بحاجة إلى المزيد من القوات الأمريكية هذا الموضوع مهم جدا طبعا الكثير يتسائلون عن هذا الموقف الضبابي كما سميتموه وهذا التردد في اتخاذ قرارات من جانب الحكومة أو حكومة العبادي بوجه خاص لا ننسى أن حكومة العبادي هي ليست حكومة العبادي لوحده وإنما هناك تحالف مشترك تحالف من أحزاب عديدة وهذه الأحزاب بمجملة هذه الأحزاب لنقول الشيعية وحتى هناك أيضا أطراف سنية لكنها تخشى ولو تتحدث بخجل أحيانا عن تواجد أمريكية تريد تواجد أمريكية تريد حماية أمريكية ولكنها لا تستطيع أن تجاهر بها لما لذلك من الرنين في إيران إيران طبعا ستغضب كثيرا إذا ما صرح أحد السلسل العراقيين أحد السلسل العراقيين بأنه يحتاج إلى دعم أمريكي يقولون حسنا قبلتم بقصف الطائرات الأمريكية أو التحالف الدولي ولكن لا يمكن لكم أن تقبلوا بدخول جنود أمريكيين وأجانب في الأرض العراقية علما أن آخرين يطالبون بدخول قوات إيرانية يقولون أننا نرحب بمساعدة إيرانية ودخول قوات إيرانية إلى العراق هذا هناك تناقض بالإضافة إلى ذلك أن الموقف الحكومة العراقية متردد بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة لأن الكثيرين في الأحزاب العراقية لا زالون يحملون شعار الموت لأمريكا الموت لإسرائيل وهذه تبدو مفارقة وهذه مفارقة طيب كيف يمكن الولايات المتحدة أن تتحامل مع طرفين لا يعترف بوجودها ولا يعترف بما تقدمه أو قدمته لها على المدى المدى أعود إلى سيد أمير السعدي ضيفنا من بغداد جهزة الآن سيد أمير وأنت خبير أمني وعسكري هل تعتقد أن ساعة الحقيقة قد أزفت للاعتراف بحاجة حقيقية للقوات الأمريكية لدعم قطعات الجيش العراقي وهي تتلقى الضربات والضربات من داعش المتطرف أولا دعنا نكون واضحين بشكل أدق هناك محورين المحور الأول هو عملية محاولة الولايات المتحدة الأمريكية بإعطاء أكثر من مبرر لإدخال تلك القوات ابتدأت مع التصريح الأول لمارتين ديمسي أثناء جسد الاستماع لشهادته داخل الكونغرس الأمريكي لنجلة الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية عندما قال سأله أحد المسؤولين إذا فشلت الضربات العسكرية ما هو المخطط بعد ذلك ماذا سيفعل تفعل الولايات المتحدة الأمريكية قال عند ذلك سنضطر إلى استخدام أو استقدام قوات برية إلى الأراضي العراقية وهكذا فعل السيد أوباما في أكثر من التصريح ومن بعده حاولت أيضا من أكثر من خلال ناطق أن تعطي انطباعا بأن بغداد ستسقط وهذا ما صرح أيضا به أكثر من قائد وجنرال عسكري أمريكي لكن سرعان ما تراجعت الولايات المتحدة عن هذا الأمر على لسان قادتها العسكريين والأمنين أيضا وقالوا أن بغداد عصية وإذا كان هناك من خطر فستتهدد فقط منطقة مطار بغداد وهكذا دوليك وبالتاني نرى بأن هذا المحور الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعاطى معه لإمرار ما تريد هي من مشروع على الأراضي العراقية وليس حاجة الفعلية للعراقيين ودعنا أستذكر معك وهو هذا المحور الثاني وهو تغييب حاجة الفعل العراقي نعم لقد فعل العراق التزاما باتفاقية الأطلاق السراتيجية بعد المعدة وطلب على لسان رئيس الوزراء السابق سيد المالكي حاجتنا للولايات المتحدة الأمريكية لأن تدخل بثقلها الجوي وغطاها ودعمها اللوجستي والاستخباراتي وهكذا أكد من بعده السيد العبادي لكن هذه الحاجة كيف تترجم على الساحة لحد هذه الساعة لا يوجد لجان مشتركة حقيقية يمكن أن تعطي وأنا أتكلم عن البعد السياسي والعسكري لعدم وجود رئيس هرم على سلطة الدفاع والداخلية يمكن أن تتعاطى مع الولايات المتحدة الأمريكية واللجان العليا المشتركة حتى تعطي سقف حاجة الشعب العراقي في مواجهته لتنظيمات دعشة الرهبية أقف عند هذه النقاط التي تطرح الآن سيد أمير سعدي ونبحث دكتور عبد الرحمن حتى وإن وافقنا أن الحكومة العراقية والأمريكية الحكومتين قد اتفقتا على استقدام هذه القوات لكن منطقة انتشار هذه القوات إن كانت بإطارها الاستشاري أو العسكري هي ستنتشر لا شك في المناطق الساخنة ديال الأنبار صلاح الدين وأبناء هذه المحافظات هم الذين يطلبون بلسانهم وبالأمس القريب كانوا هم يقاتلون القوات الأمريكية لإخراجها وينادون أن هذه قوات احتلال أعتقد أن اللعبة السياسية في العراق تتغير وقد تغيرت فعلا وستتغير كثيرا الأطراف التي كانت تقاتل القوات الأمريكية عندما دخلت في 2003 وأسقطت النظام الصدامي أعتقد هي نفس الجهات السياسية التي الآن نظرت إلى الأمور وقررت أنها لا بد أن تعود إلى الولايات المتحدة في الولايات المتحدة هي الحليفة بدعمها باعتبار أن هناك خطرا يهدد يهدد المنطقة والمنطقة كلها سنية ولا بد من أن تتفاحل هذه القوى مع الولايات المتحدة باعتبارها اللاعب الرئيسي في المنطقة هناك من ينادي حتى بين الأطراف الحكومية العراقية أن هذه الضربات الجوية هي غير نافعة وهي التي تعرقل تقدم القوات العراقية أصبحت أن القوات الأمريكية عبئة إذن لا بد من أن لا تتخل ربما حتى أن تذهب أو تخرج من العراق ولكن ما هي النتيجة؟ ماذا سيحصل في البلاد؟ هل بمعنى ذلك أننا ننتظر فعلا دخول قوات إيرانية على الخط لحماية بغداد من الصخوط؟ عند ذلك أعتقد أن الولايات المتحدة قد تكون قد فشلت في مجمل نهجها الحالي وهو وقف إيران عند حدودها وعدم تمددها عبر عراق إلى سورة وإلى منطقة البحر المتوسط هذا هي الغاية الأساسية من التواجد الأمريكي العسكري وهذا وجهة نظري البسيطة وأقول أن الولايات المتحدة موجودة الآن وستبقى وستزيد من وجودها في الأراضي العراقية لأنها هي المكان الوحيد الذي تستطيع من خلاله فصد أي تمدد إيراني نحو المنطقة بعيدا عن الرغبة العراقية وربما الحاجة هنا سيد أمير ساعدنا تحدث عن الزيادة المفترضة إذا موافق الأمريكيون على هذه الزيادة زيادة عدد المستشارين الأمريكيين لكن السؤال من قال أن هؤلاء المستشارين سينشغلون بإدارة المعركة وسينسون موضوع السفارة والأمن الدبلوماسي من قال أنهم لن يذهبوا لحماية مصالح أمريكية بحثة وينسون القصة العراقية سيد أمير يبدو أن لدينا مشكلة في الصوت ذات السؤال للدكتور عبد الرحمن هنا تبدو وسط هذه الإشكاليات والرؤى المتضاربة حتى وين جاء الأمريكيون ألا تعتقد أنهم سينشغلون بالسفارة وأمنها الدبلوماسي أكثر من اهتمامهم بقصة قتال على الأرض مختلف عليه أصلا بين السياسيين؟ لا هم لديهم الآن ما يكفي من القوة لحماية السفارة الأمريكية في بغداد وحتى المنشآت التي يعتقدونها أنها مهمة بالنسبة لهم ولكن أعتقد أن التواجد لأمريكي ولذلك قال الرئيس الأمريكي قبل فترة أن الحرب هذه ستستمر ربما ثلاث سنوات البعض الآخر قال عشرة البعض الآخر قال ثلاثين عاما كما قال وزير الدفاع السابق إذن المسألة هي ليست مسألة دفاع عن الحكومة العراقية وربما مقاتلة هذه العصابات هنا وهناك هذا التيار الإسلامي المتطرف ولكن أعتقدنا أن البعض هو أكبر لأن هناك تقدم روسي نحو المنطقة برحاية إيران أو ربما سغلت إيران لتقدم الروسي وما يجري في اليمن يجب أن لا نفصل ما يجري في المنطقة كله عن ما يجري في العراق صحيح يعني الانتصارات التي حققتها جماعة الحوثي في اليمن هذه أصبحت أو دقت جلسة الإنذار لدى الجانب الأمريكي إنه أعتقد أن الجانب الأمريكي سيتحرك نحو اليمن أيضا بالدرجة الأساسية ربما يترك العراق جانبا لفترة محددة إلى أن يتم التعامل مع المسألة ذات السيناريو أيضا يتهم الأمريكيون بأنهم ينسقون بشكل ما خفي أو علني مع تنظيم داعش للانتشار في العراق وسيطرة على الكثير من المناطق وما سقوط المساعدات الجوية بالداعش إلا دليل على ذلك وأن برره البنتاجون بأنه خطأ بأنه خطأ نعم في السياسة الولايات المتحدة كما نعلم لو درست تاريخها للسنوات الثلاثين الماضية ترى أنها تتعامل مع أي طرف أقوى ليس أقوى وإنما أي طرف يخدم مصالحها مصالحها في المنطقة ماذا؟ الجميع يتفق أو يقول أن مصالحها وسرقة النفط العراقي أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة طامعة في النفط العراقي النفط العراقي يباع في الأسواق ولكن المسألة هي مسألة وقف الزحف الروسي نحو المنطقة والزحف الروسي يتم من خلال القوة الإيرانية هذه المعادلة الرئيسية الولايات المتحدة موجودة وستتواجد في المنطقة بشكل أكثر وعنف لكي توقف هذا الزحف الروسي نحو المنطقة هذا مجمل الحديث طيب هنا نتحدث عن الآلية التي يتبعها هنا تنظيم داعش في تنسيق هذه الهجمات هذا التنظيم المتطرف الآن يركز على عملية الفلوجة صحيح أن موقعها الاستراتيجي مهم بالنسبة لبغداد ومحافظات الوسط والجنوب ولكن تكثيف الهجمات هل يطلق رسائل أخرى؟ أعتقد سياسة داعش منذ البداية كانت فعلا الهجوم وبث الرعب في صفوف الآخرين ولهذا ترى حتى من خلال الصور التي ينقله التلفزيون العراقي وغيره من التلفزيونات يظهر أن الجن العراقي يقف وراء ساتر ترابي أو وراء جدار ذو ثقب ويضرب لا نعلم أين يضرب إذن ليس هو في وضعية الهجوم وإنما في وضع الدفاع دائما دائما لم نرى لحد الآن عناصر عسكرية عراقية تهاجم قوات داعش لا أعلم أين الخلل ولكن هل هي استراتيجية؟ هل هي سياسة متفق عليها؟ أن هم الذين يهجمون وهم الذين يدافعون؟ هل هذا سيكون منصة كافية لينطلق وزير الدفاع لتصليح الأمور كما أعلن في خطابه الأول أنه سيبحث مكامن الخلل والفساد في وزارة الدفاع ما يمكن أن يصطر بينما يبحث مكامن الخلل كما تفضلت ربما سيكون داعش قد وصلوا مطار بغداد قد وصلوا المنطقة الشمالية من بغداد أو حتى من جنوب بغداد هم يهجمون من منطق ولكن الهجوم الرئيسي يأتي من منطق أخرى هذه استراتيجيتهم خلال كل المعارك التي دارت وتدار ولا تزال والتي ستجرى أيضا في المستقبل هم يمتلكون القوة والسلاح والعتاد والعدد ليسوا 20 ألف أو 30 ألف أنا كما قلت مرة وإنما هم بحدود من مليون ونص إلى مليونين شخص من الحواضن كلها تقاتل من أجل داعش وكلها أنظر إلى الإلكترونية إلى الإنترنت إلى وسائل التواصل الاجتماعي ترى كلها تحبذ وتحبذ وتسلم وتدعو إلى داعش إذن هناك عملية فكرية فكرية هي التي تحاول ربما حتى تمرير حب نفسية ضد العراقيين سيد أمير السعدي الخبير لم نعاد معنا من بغداد أهلا بك مرة أخرى سيد أمير السعدي نتحدث عن بغداد وخصوصيتها وهذا الحديث الجديد القديم عن أن بغداد في خطر وحتى بعض وسائل الإعلام تتحدث عن أن هيت سقوط هيت يعني سقوط بغداد لماذا هذا التركيز الحقيقي من قبل داعش المتطرف على بغداد ومعروف أن بغداد هي محصنة أمنيا طبعا قبل أن أجيب عن هذا السؤال دعني أمر في تفصيلة صغيرة جدا على محور سؤالك للضيف الكريم معك في الاستيديو وهي موضوعة التواجد الأمريكي والإيراني وهذه نقطة مهمة جدا بعد نكسة الموصل لقد خرج بيان من البنتاجون قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بأي دعم قد يساعد في عملية حربها على الإرهاب في تنظيمات داعش متواجدة على الأراضي العراقية عند ذلك أعطت بصورة غير مباشرة ضوءا أخضرا لإيران بأن تقوم بهذا التدخل على الساحة العراقية وهي تعلم حق المعرفة لهذا درجة فشل على أجهزات الاستخبارات والمخابرتها بأن هناك وجود كثير من الخبراء والمستشارين العسكريين إن كان للحرس الثوري أو لجيش القدس متواجدين على الأراضي العراقية وهذا ما أثبته ساحة المعركة والمواجهة في أمر لي عندما نشر متعمدا قاسم سليماني صور تواجدة على الأرض وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هناك حرب معلنة بين تقاطع مصالح إيران بتوازن إقليم الشرق الأوسط مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي لا يخفى هذا التدخل مثل ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل مستشاريها هناك بدرجة توازن أخرى لإيران داخل العراق وعودة على سؤالك وهو الأهم في موضوع درجة تحصين العاصمة بغداد اليوم تحاول تنظيمات داعش وفق استراتيجيتها التي تعتمد بين القضم والإستنزاف والتشتيت ومن ثم التمكين هي تحاول خلق أكثر من جبهة حتى تناور بهدف رئيسي ممكن أن تسقط به أحدى المحافظات التالية أما تقضم محافظة الأنبار أو تقضم محافظة الكركوك والتي بالتصور الاستراتيجي هي الأهم حتى من محافظة الأنبار وبالتالي نرى بأن محاولة تهديد العاصمة بغداد هي للمناورة في أكثر من جبهة يعني الحرب الشرسة التي تخضها قوات المسلحة العراقية وأجهزتها الأمنية والحجد الشعبي في عاملية الفلوجة لدليل وضع هذا الأمر مستكملا معها شمال بابل وبالتحديد لتهديد الأماكن المقدسة إذا ما تذكرنا نحن سنمر قريبا بذكرى محرم الحرام وبالتالي هناك مراسيم دينية تحاول تنظيمات داعش الاستياد بها والإيقاع بفخ موضوعة الحرب الأهلية والحرب الطائفية حتى تستطيع أن تخلق هذه الفرقة وهذا التشتيك بخرق جبهة بغداد الداخلية التي لن تستطيع وهذه نقطة مهمة أن تنفذ ليها من خلال تحركاتها وخلاياها بحشد عسكري وإنما ستستطيع أن تنفذ إلى بغداد من خلال هذه الفرقة وهذه الحرب المشتعلة اليوم بين خلال عمليات الانتحارية والتفخيخات وعمليات المتكررة والأسف أقول في أكثر من منطقة الشعية لتأجيج الطرف الآخر حتى تشعل هذا حاملة خرق الصف للعراق المجتمعي نتحدث عن المناطق الساخنة مرة أخرى ديالا الأنبار صلاح الدين أبناء هذه المناطق طلبوا تواجد أمريكي بصريح العبارة وهنا رفض السيد العبادي إلى أين يمكن أن يأخذ هذا الرفض رفض رئيس الوزراء الموقف الأمني في هذه المنطقة ومعروف أن من يقاتل داعش في هذه المناطق هم يهددون ويوازنون بين أنهم يقاتلون داعش بأيديهم فقط يريدون دعما أمريكيا أو لا يقاتلون وداعش تدخل كما تشاء طبعا هذه المسألة أيضا دعنا نكون بها أكثر دقة يعني السيد العبادي عندما رفض هذا الأمر كانت هناك توصية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن الحل الأسلم بأن تتدخل بريا بعد أن أعطت أكثر من خبر مفبرك وهذا ما نفهه السيد العبادي لقيام طائرات الأباتشي بحماية أسوار العاصمة بغداد من أن يتهددها خطر تنظيمات داعش الإرهابية وبالتالي اليوم المسؤول للحكومة المحلي في محافظة الأيامبار إلى من سيميل يعني كفة الكردبلوتي المصداقية لدى تصريحات القيادة الأمريكية العسكرية والسياسية أم تصريحات الحكومة المحلية ونتكلم عن الحكومة الاتحادية بالتحديد داخل العراق التي لم تستطع لحد الآن كانت تكتمل بناء تشكيلتها الحكومية بشكل الحالي أي وجود وزراء الأمنيين ووزراء الأخوة الأكراد في تشكيلتها وبالتالي أكيد مسؤول الحكومة المحلية سينتقل صوب تصريحات وتخويف وترهيب الولايات المتحدة الأمريكية بأن الأنبار ستسقط وأن بغداد ستسقط وبالتالي نرى بأن تصريحات رئيس مجلس محافظة الأنبار الذي قال بأن محافظة الأنبار ستسقط خلال 15 يوم وتبعه عضو مجلس محافظة وهو سيد فالح العساوي وقال أن الأنبار ستسقط خلال 10 أيام وانتهت المدتين ولم تسقط الأنبار وما زالت التعجيزات تصل من قوات الجيش العراقي ومن قوات الحجد الشعبي مضافة لها ضربات الولايات المتحدة الأمريكية طيب أمام هذه المعطيات التي يقدم الآن سيد أمير السعدي على الأرض هناك اختلاف في التصريحات بمن نصدق هل بالأمريكيين الذين يعلنون ليلة نهار تصريحات مختلفة أم بالحكومة العراقية أم بأبناء هذه المناطق الذين هم أصدق من يقيم الموقف أعتقد الوسيلة الفضلة هو أن ننتظر نتائج الأحداث ونقول إذا نصدق هذه الأحداث لأن الأحداث لا تدري كيف تجري الأمريكان لهم سياساتهم الخاصة لهم وسائلهم الخاصة العراقيون لديهم القليل من الوسائل لكي يصنعوا القرار القرار ليس بهذه العراقية من المؤسفة نقول هناك قوات هذه القوات أو دولة الخلافة الإسلامية التي تسمي نفسها أعتقد هي زودت بما يكفي من السلاح وأعتقد أنها ستشكل خطرا على بغداد ربما الأمريكيون يدعونها تتوقف في قاطع من القواطع وليس كل القواطع أعتقد أن حتى بغداد هي مهددة وقد تتعرض إلى التقسيم داخل بغداد قد تتعرض إلى التقسيم هذه الأشياء أنا أتوقع أنها ستحدث إلا إذا كانت هناك معجزة في أن الجيش العراقي فعلا أو الحكومة العراقية فعلا تقول يا أمريكا تفضلي أدخلي دافعي عنها هذه المسألة لا يزالون يتحدثون عنها بخجل وخوف وخشية من الجانب الإيراني أعتقد أنا الأواني أن يقف السياسي العراقي ويقول ربما العبادي نفسه يجب أن يقول نحن في خطر نحن في حاجة للمساعدة تفضلوا ساعدونا طيب سيد أمير سعدي هل تعتقد أن هذه الساعة قريبة أن يقف رئيس الوزراء ويقول بملء الفم يا قوات يا أمريكان انجدونا طبعا هي لا يحتاج لأن يطلب من الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة ملزمة وفق الإطار المعاهدات الدولية وضمنا احتراما لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن قرار 21-78 وقرار 21-70 والاتفاقية الأطر السرطية بعد المدى أن يقدم هذا المساعدة إن شاء العراق وإن لم يشاء نعم قد تكون تحت شرط أن يطلب العراق هذا لكن لقد سبق وانطلبنا ومن يقيم الخطر اليوم هم الخبراء الأمنين ومستشاريها أي الولايات المتحدة الأمريكية وإن تهدد الخطر وفق مشروع الولايات المتحدة الأمريكية إن كانت مشروع الشرق الأوسط الجديد أو دويلات الطوائف ومن بعد دويلات الأمراء سيد أمير ستكون هذا فشل هل تعتقد رغم الاتفاقية الأمنية سيد أمير رغم الاتفاقية الأمنية والإطار الاستراتيجي يبدو الأمريكيون أقرب إلى كوباني من حليفهم استراتيجي العراق هي المشكلة لدى الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالحها خاصة لا يمكن أن تعطي الحبل على الغارب للقيادة العراقية أن تفصل كما تشاء بل هي مع الأسف ودعنا أضرب هذا المثل البسيط والواضح عندما قدم الخبراء باختصار سيد الأوسط خبراء والمستشار الأمنين نعم قيم الخبراء المستشارين الأمنين الأمريكان ما سيحدث وما لدى داعش وخطرها على العاصمة بغداد وعموم محافظاتنا العزيزة لم تعطي تلك التقييمات إلى القيادة العسكرية ولا القيادة السياسية هذه المعلومات حتى تستطيع أن تتشارك معها شكرا جزيلا لك سيد أمير السعدي الخبير الأمني كنت معنا من بغداد وشكر موصول للدكتور عبد الرحمن جميل الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك إذا الملفات يتواصل من شاشة الغد العربية في لندن وفيه بعد الفاصل الجيش الليبي يتوجه إلى العاصمة لتحريرها والثني يدعو سكانها لتنفيذ عصيان شامل من جديد أهلا بكم بعد بنغازي يأتي دور العاصمة الليبية طرابلس لإخراج المتشددين منها هذا هو هدف اللواء حفتر بعد نجاحه في إحكام سيطرته على مداخل ومخارج مدينة بنغازي شرقية البلاد بعد أسبوعين من المعارك مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي من جانبها دعت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إلى الأصيان المدني في مدينة طرابلس بالتزامن مع الحملة التي تستعد قوات اللواء حفتر الشروع بها في العاصمة الأوضاع في ليبيا تتجه نحو تصعيد وربما الحسم مع توجيه الحكومة المؤقتة للجيش للزحف نحو العاصمة طرابلس لتحريرها من الميليشيات المسلحة وطلبت من شباب طرابلس لانضمام لقوات الجيش لتحرير المدينة هذا التطور يأتي عقب إحكام الجيش الليبي السيطرة على بنغازي وتحرير مدينة بنينة بعد اشتباكات متوصلة مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي تمت الصيدة على منطقة بنينة بنكامل ومفترق المهشش من الجيش الليبي طبعا حاليا دور اشتباكات بعد مفترق المهشش اما بالنسبة للمعسكر الذي لانه هو خلفنا بالضبط ودفاع جوي ان شاء الله بإبنناه ممكن ساعات قليلة حيتم السيطرة عليها بالكامل مصادر الجيش الليبي قالت ان قوات الصاعقة تمكنت بمساعدة الاهالي من تحرير بنينة وهي تجربة تريد تطبيقها عند تحرير العاصمة طرابلس تم الهجوم الارهابي على قوات خاصة طبعا قوات خاصة تم سحاب التبتيكي لان توجد بها اماكن مليئة بالسكان طبعا سحبنا وجينا انتقلنا ثم تكيل الى معسكر الرجمة وبنينا طبعا انتعار في جماعة الارهابية هذه تمركزت غادي وفجرت المعسكر شفت انتم كيف ما فجروا المعسكر بكامل بيان الحكومة الليبية طلب من شباب طرابلس الملتحقين بقوات الجيش عدم القيام باعمال انتقامية في طرابلس او الاعتداء على الممتلكات الخاصة وتسليم المقبوض عليهم لقوات الجيش كما طلب سكان طرابلس بوقف التعامل مع المجموعات المسلحة ومع الحكومة غير الشرعية نفتح الملف الليبي مع دكتور عبدالعزيز اغنية المحلل السياسي دكتور عبدالعزيز اهلا بك نتحدث عن ان حكومة الثانية اصدرت الاوامر لقوات الجيش بالتقدم صوب بنغازي وتحريرها هنا نتحدث عن التوقيت هل جاء القرار متأخرا ام انه في محله في سياق الوضع الطبيعي في ليبيا الوضع الطبيعي في ليبيا ان هذه الميليشيات تستهدف قوات الجيش الليبي منذ اكتر من سنتين باغتيال قياداتها او افرادها داخل مدينة بنغازي الجيش الليبي به العديد من القيادات ولا يحتكر فقط على قيادة حفتر له فكل رجال الجيش الليبي لهم مساهمة فعالة فالقضاء على هذه الميليشيات الارهابية اليوم حق تقدم ملحوظ وانتصروا على هذه الميليشيات في بنغازي يتمنى الليبيون ان يعم هذا القضاء على هذه الميليشيات المؤدلجة القبلية الجهوية التي تريد السيطرة والتي ارعبت ودمرت العديد من المدن ليبيا احرقت مطار طرابلس واحرقت طرابلس على رؤوس ساكنيها كذلك في منطقة ورشفانة ريف طرابلس الخضر النظر قوات ليست بقيادة حفتر فقط هناك العديد من القوات على أرض الواقع في طبرك كذلك هناك الحاظن الشعبية التي لو لاها ما استطاعت قوات الجيش الليبي من الانتصار على هؤلاء المتطرفين اعود الى القاهرة وضيفنا من هناك سيد عيسى عبدالقيوم الكاتب والمحلل السياسي الليبي سيد عيسى اهلا بكنا تحدث عن ان هذه الحملة اولى ثمارها السيطرة على مطار بنغازي هل تعتقد ان هذه بادرة يمكن البناء عليها ستكون منصة كافية للانطلاق والحسم بشكل سريع في عموم بنغازي جميعا بداية طبعا القوات الجيش الوطني لم تسيطل على المطار والمطار لم يسقط اساسا المطار لم يسقط في يد الميليشيات على الاطلاق كانت منطقة بنينة هي اخر نقطة استطاع ان يصل لتخومها ميليشيات المسلحة بقيادة مجلس شورى الثوار او انصار الشريعة ولكن ابدا لم يدخلوا لمنطقة بنينة وابدا لم يسيطلوا على المطار فلا يمكن القول ان المطار تم تحريرها نتحدث عن احكام السيطرة ما بعد المطار هو ما تم تحريرها احكام السيطرة والانطلاق لبقية البلد المطار كان بالزبط فالآن الجيش الوطني نزل تقريبا من منطقة بنينة الى منطقة بوعطني من محور الجنوب هذا ثم نزل من محور الساحل ووصل مغرب هذا اليوم دخلت اولى طلائع الجيش الوطني الى منطقة حي السلام ومنطقة سيدي يونس ومنطقة صابري يعني تقريبا مغرب هذا اليوم بدأ جيش ليبي بالمجاهرة بوجوده داخل مدينة بنغازي بقوة واعتقد انها ستكون نقطة انطلاقة للتغير المزاج العام في ليبيا كلها وليس في بنغازي فقط جميل اعود الى دكتور عبدالعزيز اغنية هنا طلب من الناس من الحكومة حكومة الثانية المعترف بها دوليا من الناس عصيانا مدنيا لو بحثنا في شكل هذا العصيان كيف شكله؟ الناس في عصيان مدني منذ غزو هذه العصابات والميليشيات مدينة طرابلس منذ أكثر من ثلاثة أشهر الناس بالكاد تستطيع الحفاظ على أمور حياتها الحياتية البسيطة وهي في الذهاب الى المتجر للتزود بالمؤن أو الذهاب الى محطة وقود للتزود بما يلزمها من وقود لكن الناس لا تذهب لأعمالها هناك عصيانا مدنيا فترة طويلة الآن حكومة الميليشيات الغير شرعية التي غرست في طرابلس بقيادة الحاسي تريد أن تطلب من الناس الاندماج مع هذه الحكومة والتعامل معها من خلال أمورهم الحياتية تقصم هنا بالإكراه؟ ليس بالإكراه ولكن هناك كل القطاعات في طرابلس تكاد تكون متوقفة إلا القطاعات الأساسية والتي بحاجتها المواطن وهي قطاع الصحة والتعليم والآن نرى العام الدراسي شهر ونيف لم تنتظم الدراسة بكل مناطق طرابلس رغم سيطرة ما يسمى بقوات فجر ليبيا على طرابلس ريف ورشفانة بالكامل دمرت مدارسه وحرقت ودمرت أنه استغرب اليوم يخرج علينا وزير الدفاع في أحد خالد الشريف في أحد تصريحاته الصحفية ويقول أن الجيس ما زال يسيطر على بنغازي وأنهم لا يعترفوا لا بحوار غدامس ولا بحكومة ومجلس النواب في طبرق ولا بحكومته وهذا يعتبر تحدي صارخ للشرعية الدولية العالمية حول ما يجري ليبيا وكذلك لرغبة الليبيين في حمام الدم أن يتوقفوا القتل والإرهاب وأن يتجهوا جميعا بكل شرعيحهم المختلفة سياسيا إلى أن يكون الاختلاف السياسي حبيس القاعات المغلقة وليس بالسلاح وليس قتل الناس وأرزاقها سيد عيسى ضيفنا من القاهرة هنا أيضا دعوة لسكان بنغازي وهذه المناطق بأن يلتحموا مع قوات الجيش الليبي وقوات اللواء خليفة حفتر لتحرير مدنهم هنا ما طاقت المدنيين الاشتراك في هذه المعارك ومعروفة أن جحافل الجيش هي تتقدم رويدا رويدا وتحقق فعلا على الأرض بالنسبة لمدينة بنغازي بدأ التحام الأحياء الشعبية والأحياء بنغازي عموما بدأ الالتحام بالجيش منذ يوم 15 أكتوبر الجاري حيث شكلت كل الأحياء تقريبا نوع من الحراسة الذاتية على مداخلها ومخارجها وشارك شباب الأحياء في طرد كثير من العناصر المحسوبة على التيار التكفيري أو التيار القاعدة من مناطقها وقدموا حقيقة الكثير من الشهداء وكثير من الجهد وأظهروا مستوى من الوطنية عالي جدا في مدينة بنغازي في التفافهم حول عملية الكرامة التي يقودها اللواء خليفة حفتر طيب مرة أخرى دكتور عبد العزيز هل تتوقع قياسا بتقدم الجيش الآن في هذه المناطق وإحكام السيطرة هل نتوقع أن المعركة ستطول؟ هل سقوف زمنية مفتوحة؟ أمن العملية يسيرة قياسا بالتصدع الذي لحق بهذه الميليشيات؟ الناس بعد أربع سنوات من هذه الحرب الأهلية التي أتت على الأخضر واليابس في ليبيا أصبحت مشمئزة من كل المظاهر المسلحة داخل مدنها وداخل قرها وداخل أريافها وبالتالي هذا الجزء الجزء الآخر تغول الميليشيات بقيادة ميليشيات مصراتة أو الميليشيات الجهوية أو المشروع الإسلامي العابر للحدود ما يسمى أنصار الشريعة هذه التكتلات السياسية التلات لن تترك البلاد بسلام في مدة قصيرة هناك رفض شعبي كبير لها تحكم قليلا بالسلاح على بعض المناطق ولكن التيار الشعبي رافض الناس كلها رافضة لهذا الوجود المسلح الناس تتطلع إلى بناء ليبيا جديدة يكون فيها الأخاء والحوار للملمة أطراف ليبيا والبدء في مشاريع التنمية المتعطلة منذ أربع سنوات في ليبيا لكي ينسى الليبيون فترة هذه الحرب وما أوغلته في صدرهم هذه الميليشيات عمرها الزمني والسياسي أنتهى دكت طرابلس رفضها صندوق الانتخاب الذي ذهب إليه المواطن ما زال ملفات أخرى عالقة تحتاج إلى حل بتكاتف أيضا كل السياسيين من مختلف التيارات السياسية وهناك يوجد إجماع عليها وهي ملفات المهجرين بالخارج وملفات النازحين بالداخل وجبر الخواطر وجبر الضر بين الليبيين هذه الملفات الأسسية العالقة أمام الحكومة تحتاج ليبيا برضو والتي يبدو هذه الملفات قد طرحت في زيارة وفد الأطلسي إلى القاهرة سيد عيسى عبد القيوم الوفد القادم من الأطلسي والذي جاء من الجزائر إلى القاهرة لبحث الملف الليبي هل خرج على الأقل وفق التسريبات بأي تصور عن سير المعارك أو وجه ليبيا القادم بعد السيطرة على بنغازي في الحقيقة ما قامت به قوات جيش الوطني الآن في مدينة بنغازي وما حولها من تقدم وحسم للمعاركة تقريبا في أشواطها الأولى ربما هو الذي سرع من مجيء الجناح الأطلسي في الملف الليبي خلينا نحدده إلى القاهرة لأن هذا الأمر تم بدون مساعدة من أي جهة أجنبية وللأسف قبل أسبوع فقط كان هناك تقرير سيء يعني صدر عن اتحاد الأوروبي يصف أيضا قوات كرامة بأنها ربما لا تستطيع عمل شيء إلا بث المزيد من الفوضى ولكن تفاجأوا ربما بأن جيش الوطني الليبي على عكس ما يجري الآن في منطقة كوباني استطاع أن يحسم معاركه ببطء وبالسلاح بسيط جدا وبمساعدة دول الجوار فقط وهي ربما أكثرها مصر التي قدمت مساعدات كبيرة جدا ما يمكن أن يطرح في ملف جزار أعتقد سيطرح ملف الإرهاب بين مصر والوفد القادم من الأطلسي وأيضا ربما يطرح وفد الهزرة غير الشرعية ربما يطرح ملف الحدود ربما يطرح أيضا ملف الحوار لأن مصر لديها دعوة للحوار الجامع وربما نجحت أيضا مصر خلال أسابيع الماضية في جمع القبائل الليبية في القاهرة هنا وعقدة اجتماع مهم أدى إلى تأييد الحكومة وتأييد الجيش أيضا يذكر لمصر أن نجحت خلال شهر الماضي في حل حالة القضية الفلسطينية والمجيء بالفرقاء أي أن عودة مصر إلى الدور الأقليمي الواسع ربما هو الذي مع ما حققه الجيش الليبي على الأرض بمساعدة مصر فقط ربما هو الذي أجبر هذه المجميع على اللجوء إلى القاهرة آخرا السيد عيسى عبد القيومة الكاتب والمحلل السياسي الليبي ضيفنا من القاهرة شكرا جزيلا لك دكتور عبد العزيز أغنية هنا نستحضر قصة التدخل الإقليمي ثمت أخبار تتحدث عن أن اجتماعا دار في مناطق وجود هذه الميليشيات بعمر الحاسي رئيس وزراء الحكومة المناوية لحكومة الثاني مع مبعوث تركي ما يراد من هذا الاجتماع لدينا ليبيا تعاني من تدخل دولي السافر يؤيد القتل والدمار في ليبيا وهو تلاتي تحتضنه ثلاثة دول هي السودان وقطر وتركيا تحتضن المشروع الإسلامي القتالي الذي يريد السيطرة على منابع النفط وتمويل مشروعه العالمي هذه الدول الثلاثة قبل زيارة المسؤول التركي كان هناك زيارة لمسؤول استخباراتي من السودان إلى قاعدة المعيتيجة في طرابلس تناولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي الليبي وأوردت كذلك حتى صور إلى طائرته التي حط بها في قاعدة المعيتيجة اجتمع هناك لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات وثم غادر البلد هؤلاء يسعون إلى السيطرة على ليبيا وارتهان قرار ليبيا مع غياب واضح إلى التحالف الدولي الذي غاب عن ليبيا التحالف الدولي الغربي المشروع الذي دخل تحت ليبيا تحت القرار رقم 1973 و1971 ترك ليبيا غادرها باكرا تركها في يد الميليشيات المسلحة وهذه الميليشيات التي قصفت المدنيين وقتلتهم ما زال هناك دور آخر مفروض أن تلعب الأمم المتحدة والدول الغربية النافذة في القرار الدولي وهو ربما هناك تطمينات أخرى جاءت من هذه الدول إلى الدول الغربية بأن المشروع في ليبيا تحت السيطرة ولكن ما حدث في بنغازي وما يحدث في الجبل وبعض المناطق الأخرى من خراك عسكريا ضد هؤلاء أدى إلى ذهابهم إلى مصر الدكتور عبد العزيز ومي المحلل السياسي الليبي شكرا جزيلا لك إذن الملفات يتواصل من الغد العربي في لندن وفيه بعد الفاصل الإعلان في بريطانيا عن خطط لتجديد قوانين لمنع دعم الإرهاب من خلال الجمعيات الخير من جديد أهلا بكم يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الإعلان عن خطط لتجديد القانون في محاولة لوقف استخدام الجمعيات الخيرية كواجهة لجمع الأموال للجماعات الإرهابية وربط بعض المتابعين وربط بعض المتابعين هذا القرار والقرار الذي أصدرته الحكومة البريطانية في نيسان أبريل الماضي والذي تضمن التحقيق في نشاط جماعة الأخوان المسلمين ومدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية قالت الحكومة البريطانية إنها تحتزم تنفيذ خطط مراقبة على منظمات تدعم أو تمويل الإرهاب بيد أنها ترفع لافتة الجمعيات الخيرية كواجهة لجمع الأموال وإرسالها لدعم جماعات إرهابية وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن عدة أشخاص مدانين بجرائم الإرهاب في بريطانيا جمعوا أموالا في العلن على أنها لأغراض خيرية لكن معظم هذه الأموال لم يذهب إلى الجمعيات الخيرية على الإطلاق ويرى بعض المتابعين أن الحكومة البريطانية تتعرض لضغوط كبيرة بسبب إيوائها شخصيات مطلوبة في بلدانها بتهم عدة قد يكون أبسطها دعم الإرهاب كما أن بعض الدول العربية ناشدت بريطانيا وفي أكثر من محفل الحد من نشاط الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة الأمر الذي جاء بهذا القرار حيث قالت تقارير اقتصادية إن أكثر الجمعيات الخيرية المتواجدة في بريطانيا يديرها نافذون أو قادة في جماعة الإخوان المسلمين وكانت بريطانيا أصدرت قرارا في إبريل الماضي يطالب المحكمة العليا بفتح تحقيق في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في المملكة وما إذا كانت مرتبطة بالإرهاب كما طلب القرار بالتحقيق حول التداخل بين أفكار جماعة الإخوان والأفكار المتشددة التي تسبب قلقا حول مصير الشبان في المملكة المتحدة معي في الستوديو السيد عدل درويش الصحف المختص بالشؤون البرلمانية البريطانية سيد عدل أهلا بك ننظر في هذا القرار جمعيات خيرية تحت الشعار الإنساني تجمع تبرعات لكن بعض المال يذهب أو كل المال لسؤادري إلى جماعات إرهابية هل هنا نتحدث عن إشكاليات قانونية إشكاليات في هيكلة هذه المنظمات الخيرية أو الجمعيات أم أنه مجرد استخدام سيء للقانون البريطاني لا هو استخدام سيء للقانون هو الثغرات الموجودة في القانون دائما بتستخدم حتى في التهرب من الضرائب يعني بتجد مثلا أن شركات ضخمة زي شركات فودافون وما إلى ذلك مسجلة في مكان في الخارج وبالتالي ما بتدفعش الضرائب في بريطانيا وعليها مليارات من الضرائب هذا الأمر ينتبق قد عن جماعات الخيرية الجماعات الخيرية أصلا لا تدفع ضرائب موفاة من الضرائب وتحصل على أحيانا دعم ومنح مساعدات مساعدات في شكل معونات في شكل مقرات مثلا من الإدارة المحلية تديها مقر مجانا لا تدفع فواتير الغاز والكهرباء مثلا بشكل كامل لأنها لها صفة الخيرية وأحيانا ما يغض الطرف عن متابعة هذه الأموال لكن جاء نقطة النقطة ما سمى بغسيل الأموال متعلقة بيئة المخدرات والنقطة الثانية ما سمى غسيل الأموال متعلقة بإرهاب ما بعد 11 ستنب مسألة الإخوان المسلمين لهم تنظيم دولي وأن فروع وأن الجماعة اللي جايين من سوريا اللي قبل عليهم ممكن بيحقبوا في سوريا وقدم عام أرقام تليفونات والتصالات تربطهم بالتنظيم الدولي للإخوان لكن قوانين البريطانية لا تحاكم منظمات ولا مؤسسات تحاكم أفراد أشخاص أشخاص وبالتالي عنده وضع رقابة أو متابعة ما يقري في البنوك يمكن في هذه الحالة متابعة جمعيات نقلها شخص إلى اسم شخص آخر إلى اسم شخص ثالث وهنا يمكن ضبطهم بهذه الحالة إذن أنت تقول هنا بشكل ما أن هذا القرار جاء مكمل لقرار نيسان أبريل بمتابعة جماعة أي صفحة أخرى من المتابعة لكنها بمظلة أكبر ستشمل كل الجماعات التي تستخدم العمل الخيري نعم أيضا بالنسبة لبريطانيا أنت لا تحتاج إلى تصريح لإصدار صحيفة لا تحتاج إلى تصريح لإنشاء جمعية أو حتى إنشاء حزب سياسي وبالتالي في مسألة أحيانا طالب البلدان العربية بمنع أنت لا تستطيع أن تمنع ما لهو غير مصرح به أصلا وبالتالي نعود مرة أخرى إلى مسألة القوانين القوانين تحدد ماذا؟ تحدد مثلا سير الأموال إذا أنت مساجل جمعية خيرية لكن ليست لك أغراض خيرية إذا أنت بتعمل بتولى ما عملتش أرباح لكن بتعمل أرباح حكاة شهيرة أن آل كابوني زعيم القريمة في أمريكا في العشنات والثلاثينات لما أستطيع أن ندبطوا عليه أغريم أستطيع أن تهرب من الضرائب فهي مسألة استخدام القانون حسب الإمكانيات المتاحة ولكن على الجانب الآخر حتى لو نظرنا إلى القصة في إطارها العام من بعيد نجد أن بريطانيا أو ديفيد كاميرون يحاول أن يضع قانونا لفلترة عمل الجمعيات الخيرية وهنا ربما يصطدم بالقصة المثالية والقصة الفلاطونية والأخلاقيات أمام ديمقراطية المملكة العتيدة هل هذا الطريق سهل إقرار القانون؟ إقرار القانون عادة يستخرق ما بين ثلاثة إلى سبع سنوات أولا لابد أن يقدم من الذي يقدم هذا القانون؟ هناك أيام محددة للحكومة لتقدم مشروع القانون ليس في عامل البرلمان حتى الانتخابات القادمة سوى ستة أيام سوى سنة ثلاثة المعارضة لها أربعة أيام في يوم واحد مخصص للمقاعدة الخلفية في دولة فلسطين من الأسبوع الماضي ويومين لما يسمى أعضاء الخاصين وعشان واحد عضو خاص يقدم لابد أن يجمع ما لا يقل عن سبعين توقيع من جميع الأعزاب مرحلة الصياغة والمناقشة يمكن تقول لها تقريبا سبع تأمان شهور وبعدين المناقشة عليه وتمريره وبعدين إرساله إلى مجلس اللوردات ثم عودته مرة أخرى وبعدين يوجد سغرات فيه والمناقشة فيه فأي قانون سيأخذ من هذا النوع هذا المدة الزمني هذا سقف الزمني التي تتحدث عنها كم تفسح للمجال لهذه الجمعيات ومن يستخدمها استخدام سيء للسباق لربما اللحظة الأخيرة لنقل الأموال ما يمكن أن نقله هو فيه تحت القوانين الحالية التهرب من الضرائب أو استخدام المال الجمعية في أغراض غير الأغراض المعلنة عنها فهذه الحالة يمكن المصادرة أو تحت قانون غسيل الأموال الذي مررها أيضا حكومة بلير بعد أحداث 11 سبتم فهذه القوانين الموجودة العالية تكفي لكن مسألة إثبتها في المحكمة الجنائية بأدلة لتضع مجالا للشك لقضية أخرى قد تستغر وقت الأطفال حتى وإن أثبت هنا وليام شوكروس رئيس الوكالة الحكومية للجمعيات الخيرية يقول بالنص المدانون بالأرهاب أو غسيل الأموال لا يتم منعهم تلقائيا من تأسيس الجمعيات أو عضوية مجالس إدارتها هنا إشكال آخر نعم هذا الإشكال لأن أنت مسألة أنك تكون جمعية خيرية غير أنك تكون شركة ما تكون شركة وتبتيجي تسجلها ممكن الطعن عن طريق البورصة وعن طريق الله إنما الجمعية الخيرية أنت الأغراض خيرية إلى أن يطعن فيك أحدهم ويذهب إلى المحكمة بتستغرق وقت الأطفال لكن ما يمكن تطبيقه هو النقطة التي يتم فيها ده حويل مثلا من البنك ألف إلى البنك بي في البلد جيم في هذه الحالة يمكن التدخل وإثبات أن هذا مخالف للوائح والقوانين غير ذلك من الصعب على الإطلاق ولا حد لذلك في التوازن بين علاقات بريطانيا مع دول عربية كثيرة أو دول في الشرق الأوسط فيها الكثير من الشخصيات البارزة تمول جمعيات تتخذ من بريطانيا مقرا لها ويعود المال ليكمل دورته مرة أخرى إلى مناطق عليها أشكال الإرهاب أو الاستخدام السيء للمال كيف يمكن أن يضبط إيقاع هذه العلاقة في هذه الحالة أيضا الأمر يقع على ما يسمى بيل كران برسكيوشن أوفيس أو هو يعني زي المكتب النائل العام مدعام في البلدان العربية نوع مكتب إدعاء التاج في هذه الحالة مكتب إدعاء التاج عليه أن يقدم أدلة عن طريق البنوك وعن طريق ما يسمى الاند يوزر أو الشخص الذي صرف الشيك في نهاية العام أعتقد المستفيد النهائي كان في قضية مشابهة لذلك من خمس ست سنوات أحد المرسلين من زملاء من الجزيرة وكان وقد أن حسابه هو بيقول أنه كان عمل خيري لكن ذهب لتمويل أعمال إرهابية في هذه الحالة لابد من تعاون بنوك مختلفة والإنتر بول الإشكالية هنا هناك مثلا بنوك الاتحاد الأوروبي أو بنوك الكومان وولث ماذا إذا كان بنك في باكان خارج الاتفاقيات التي يمكن من هذه الرقبة ولا بد من استدعاء أمر من المحكمة في هذا البلد للحصول على الشيكات الموقعة ومنصفة فإشكالية ضخمة وكبيرة نعم هنا نتحدث كدول مثل سوريا الصومال كيف يمكن التعامل مع هذه الدول التي أصلا فيها إشكال على شكل الدولة نعم هذه أيضا نجد أن كثير من برامج مثلا التليفزيون اللي هي البرامج الخاصة بالمال ينصحون دائما بعدم استخدام يسمى زي الكريدات يونيون والذلك اللي هو عبارة عن محل صغير محل بقالة أو شيء عن طريق التليفون يتم تحويل هذه الفلوس هذا اتضح عند كثير جد من من تمويل جماعة تسمى الشباب أو القراصنة في الصومال يتم تمويلهم عن طريق هذا يعني أقربهم هنا في بريطانيا بيشتغلوا بحروح يدفعوا نقدا لمحل صغير محل بقالة عن طريق الوستن يونيون عن طريق أي شيء ومن الصعب جدا لأننا من فرد راح الفرد آخر يعني مسألة من السهل جدا أنا رئيس الوزراء يقول عايزي عام القانون لكن التطبيق العاملي في غاية الصعوبة طيب هل تعتقد أن بحكم الضرورة مثلا يلجأ البوليس البريطانية الشرطة البريطانية إلى تطبيق إجراءات ربما كتفتيش المحال وهذه الحصارات التي نراها في محلات التجزئة والتي نضع فيها أموال وتكتب هذه لأيتام العراق هذه لأيتام فلسطين مثلا هل سيتم منعها كإجراء أولي مثلا لا يوجد قانون حالي بمنعها إلا إذا تمكن البوليس من الحصول على أمر قضائي بذلك ولا أعتقد أن في أي قاضي سيسلم مثل هذا الأمر لأن القاضي ستعرض لمساءلة المؤسسة القضائية بشكل عام فما أخشى هنا أن الوعود التي يسرف رئيس الوزراء في إعطائها غير قابلة للتطبيق إلا ربما في البرلمان القادم بعد انتخابات مايو قد نجد نواع جديدة من القوانين تنظم هذه المسألة هذه الأشكالية دائما في الديمقراطيات أن القريمة تقع أو المخلفة تقع ثم تحاول المؤسسة القضائية أو المؤسسة التشريعية اللحاق بذلك بإصدار قوانين لمنع تكرار هذه الحديثة ولكن عمليا حتى وإن أخذ القرار وقتا حتى يصدر هل تعتقد أنه ثمة فوائد آنية يمكن الحديث عنها الآن لهذا القرار غير المتخذ؟ ربما الفوائد الآنية هي مسألة إعادة النظر في شكل نشاط جماعة الأخوان المسلمين والأبو المتفرع أن يطلع أن هناك أكثر من ستين جمعية ومؤسسة تحتية كلها لغسيل الأموال هو حدث تجميد بالفعل بعض هذه المؤسسات الخيرية والناس بيشتكوا من هذا الشكل إنما ثابت بالفعل أنها تذهب لأغراض غير الأغراض التي خصوصتها ولكن أيضا هناك ليس فقط الجمعيات الخيرية هناك بعض المدارس الإسلامية التي فيها نوع من التشدد يدرس هل تندرج هذه المدارس تحت هذا الإطار؟ نعم هذا في القرار الجديد الذي يطلع لأنه كان المسؤول عن المخابرات قال في معلومات نشرطها الفانانشل تايمس أنه في شهاداته أمام اللقنة قال أن جماعة الأخوان هي جماعة في جوارها إرهابية وتدعو للإرهاب بالنسبة للإشكالية في المدارس المطرفة كان هناك إشكالية بين وزيرة الداخلية تريزا باي ووزير المعارف السابق مايكل جوب مايكل جوب كان يريد أن يحمي النشأ والأطفال من هذا الفكر المتطر في حين وزيرة الداخلية قالت لا فلننتظر حتى تقع الجريمة لأن هنا تتحدث بين الشكل القضائي ومن هو يتحدث بين الشكل التربوي فحتى داخل الحكومة البريطانية لوجد اتفاق على مواجهة هذه المشكلة السيد عدد الدرويشة صحف المختص بشؤون البرلمانية البريطانية شكرا جزيلا إذن هكذا ينتهي ملفات ونذكر بالعناوين حرب على أسوار بغداد والولايات المتحدة الأمريكية تدرس طلبا عراقيا بإرسال مزيد من المستشارين حكومة الثني تدعو مواطني طرابلس لإعلان العصيان المدني وقوات اللواء حفتر تتهي لدخول العاصمة وقرار بريطاني بمتابعة المنظمات التي تستغل العمل الإنساني وتدعم الإرهام أنتهى ملفات شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء شكرا لطيب المتابعة